بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات بنامجكم وصايا اليوم الوصايا في قيمة عالية قيمة عظيمة قيمة في اسم من أسماء الله الحسنى ألا وهو العدل العدل أين هو العدل اليوم قل ما تجد العدل وكثرة في هذا الزمان الظلم والجور والانحراف عن العدل نحن بحاجة إلى أن نقول عدلا وأن نفعل عدلا وأن نقيم الناس عدلا وأن نقيم العدل في بلادنا وفي أوطاننا وفي مجتمعاتنا وكما قالوا دولة العدل إلى قيام الساعة ودولة الظلم ساعة والإنسان عندما يعدل فيما يبلك فإن ذلك سيجعله مسؤولا عما يقوم به وكما تفعل للناس يفعل لك بإذن الله سبحانه وتعالى فالذي يقيم العدل في قلبه في بيته في عمله في وظيفته فإن الله سبحانه وتعالى يقيم فيه الدين والعدل مطلوب في كل مجال من مجالات الحياة ودعوني أبدأ بذكرى أو مشهد من مشاهد العدل في بداية الإسلام لما غزى قتيبة بن مسلم سمر قند وعادت المسلمين ليس كباقي الحضارات أو الأمم فإنما يعضون على الخصم الإسلام فإن أبى فالجزية فإن أبى فالقتال فقتيبة بن مسلم لما وصل إلى بلد سمر قند وكانوا على أديان مختلفة ليس دين الإسلام فوجدها بلدة سهلة وبلدة يعني ليس فيها ذلك المقاومة فدخلها عنوة ودخلها وبسط إجاله فشك أهل سمر قند إلى كان خليفة المسلمين الأموي عمر بن عبد العزيز في زمانه أو قالوا إن سليمان بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان وهكذا فأرسل إليهم قاضيا أرسل إلى سمر قند قاضيا أو قال لهم اجعلوا قاضيا بين الجيش قتيبة بن مسلم وأهالي سمر قند غير الإسلامية فلما جاء القاضي فجاب من جاب قتيبة هل دعوتهم إلى الإسلام؟ قال لا قال هل طلبت منهم الجزية؟ قال لا قال فلما تقاتلهم؟ ولما تدخل بلادهم عنوة؟ فقاضي المسلمين يأمر قائد المسلمين بأن يأخذ الجيش ويطلع من سمر قند إلى خارج البلد حتى يعرض عليهم الإسلام كما هو الحال في باقي أو في نهج المسلمين يعرض عليهم الإسلام ثم فإن أبوا الجزية يدفعون الجزية لأن هذه أرض الله سبحانه وتعالى وإذا أبوا فالقتال فعرض عليهم فأهل سمر قند قالوا طيب اجعل لنا أياما أو أتك لنا أياما نفكر فيه فبدوا يفكرون معقولة هذه معقولة قاضي المسلمين يقضي بيننا وبين جيش المسلمين بأمن وإعاز من والخليفة المسلمين بأن احنا والله اطلع من البلد وخيرهم بين ثلاث وهكذا استغربوا ما هذا الخلق هذه ليست بأخلاق بشر هذه أخلاق السماوات والأرض أخلاق استنبطت من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا إلا أنهم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلوا الإسلام بالعدل بالعدل والله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقب للتقوى والله لو كان العدل في بلادنا لما وجدت فقيرا أو محتاجا أو مظلوما فلما يفتقد العدل في أي مكان ينتشر مكانه الظلم هي بمثابة المساحات وهذا يزيح هذا فمساحة الظلم إذا كبرت أزاحت مساحة العدل والعكس كذلك فلهذا نقول لا بد أن تقيم العدل في نفسك في بيتك تعدل إذا كان عندك مثلا زوجة وأم وأخوات اعدل اعدل يعني تكون أجل عادل لا تظلم الزوجة من أجل خاطر الأم ولا تظلم الأم من أجل خاطر الزوجة ومن العدل أن تسمع من هذا ومن هذا ومن العدل أن لا تتصرف وأن لا تستعجل في إصدار الأحكام إلا بعد ما يتبين لك الحق من الباطل ومن العدل أن لا تستجيب لنداء القرابة هذا قريبك هذا ليس بقريبك لا تستجيب تخيلوا أنه في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان علي بن أبي طالب في إحدى الغزوات أو قالوا في صفين فقد درعه فجاء يهودي وأخذ درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما رأاه علي بن السوق فقال هذا درعي قال يون بل هو درعي فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه واشتكى أو تحاكم عند القاضي فالقاضي استدعى علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستدعى اليهودي فقال لعلي بن بيطاب يا أمير المؤمنين ها اجلس هنا فقال له علي بن بيطاب رضي الله عنه أنت وقعت في مخالفتين أولا دعيتني بأمير المؤمنين وأنا لست في مقام الإمامة ولا مقام الإمارة أنا في مقام الخصاب هذا خصمي هذا اليهودي وأنا أدعي أن هذا الدعي ثم أنك أجلستني أو تريد أن تجلسني بجانبك وهذا يظل واقف لا مستحيل فظل شوفوا شوفوا العدل واليهود يسمع ويشاهد ايش هذا ايش يلقى أن يحصل أمامي ايش يعني أمير المؤمنين وما ايش القاضي ها يعني يأمره أن يعدل دون النظر إلى المستميات وإلى الأوصاف وإلى الألقاب وإلى الرتب وإلى يعني فقال له هل لديك بينا يا علي بن بيطاب قال له بعد ما قال لا تقول لأمير المؤمنين قال هل لديك بينا قال لا غير أن الدرع درعي هل عندك بينا قال لا قال إذا الدرع لليهودي اليهودي يعلم أنه ليس درعه إنه هو درع أمير المؤمنين عبدالبطالب رضي الله عنه فلما شاهد هذا المشهد العظيم وهذا يعني المنظر الفضيع كيف يتحاكمون فيما بينهم وهذا خصبهم يهودي فقال يهودي أنا هذا الدرع والله الدرع أمير المؤمنين وإنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شوفوا العدل وين يوصل الإنسان اعدلوا ولا يجوز أن يكتم الإنسان الشهادة إذا كان في مقام العدل أنت تعدل حتى لو كان قريبك والله لو كانت يعني أسرتك عائلتك والديك هم الخصوم فتشهد والله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه اعدلوا ها ولو كان ذا قربة وعلى الوالدين أو الوالدين والأقارب المهم أنك تعدل ورب العزة سبحانه وتعالى يدعونا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولو كان ذا قربة فأيضا من العدل أن تعدل بين زوجتين إذا عندك أكثر من زوجة والنبي عليه السلام ينبهك ها انتبه لا تبين حق هذي قبل هذي أو هذي أكثر من هذي هذي لأنها أنشط هذي لأنها أصغر هذي لأنها أجمل لأنها هذي بتعمي هذي مون بتعمي أو إنه هذي كبيرة هذي صغيرة أو هذي جميلة وهذي قبيحة أو هذي عندي أولاد منها أو لأن هذه الأولى وهذه الثانية أو لهذه الغنية وهذه الفقير لا 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 يعني ليس هناك ما يدعوك إلى الظلم لأن هذا الظلم يقول عليه الصلاة والسلام من لم يعدل بين زوجتيه زوجتيه جاء يوم القيامة وشقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا عدل بين الأولاد تعدل بين أولادك أولادك بحاجة إلى العدل يعني ما تعطي هذا أكثر من هذا أو هذا لأنه ولد تعطيه بيت ما تعطيها أو هذا البشر الكبير وهذا الصغير ما تعطيه أو هذا الوسط ما تعطيه أو لهذا الصغير المعزز اللي مدلل تعطيه وهذا الكبير ما تعطيه أو هذا من زوجتك اللي تحبها وهذا من زوجتك اللي أنت ما تحبها أو هذا تعطيه لأنه من زوجتك حالية وهي من طليقتك ما تعطيه أولادك اعدل بينهم لما واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحلت ابني هذا كذا وكذا قال هالنحلت باقي إخوته قال لا أشهد على زور أو على جوة أو على ظلم فإذا العدل مطلوب في حياتنا اعدل في دوامك اعدل في وظيفتك اعدل بين الموظفين اعدل بين الطلبة اعدل بين العمال اعدل بين العمال اللي عندك في البيت اعدل بين إخوانك اعدل المهم هذا العدل يجلب لك السعادة ويجلب لك الخير ويجلب لك التوفيق هذا بالله التوفيق وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة